تتعرض أوروبا إلى ارتفاع غير مسبوقة في درجات الحرارة لا سيما في الأجزاء الغربية والجنوبية منها بسبب موجة هواء ساخنة قادمة من القارة الإفريقية ما يسبب حرائق كبيرة وأضرار صحية واقتصادية وسياحية إسبانيا التي تأتي في مقدمة الدول بدرجات الحرارة المرتفعة سجلت الأحد أعلى درجات حرارة بلغت 43 درجة مئوية لسيما في مدينة إشبيليا حضرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية من خطر اندلاع حرائق الغابات في الجنوب بعد أن شهدت المناطق الشمالية حرائق مشابهة أما البرتغال فتخطط الحرارة فيها أكثر من 40 درجة مئوية يكافح فيها أكثر من 1500 رجل إطفاء حرائق الغابات في وسط وشمال البلاد بسبب موجات الحر التي دعت السلطات إلى إعلان حال الطوارئ فرنسا شهدت بدورها موجة جفاف وحرائق ضخمة وحرائق ضخمة أتت على مئات الهكترات في الجنوب أجبرت السكان على إخلاء منازلهم كذلك الحال في إيطاليا التي شهدت قبل أيام حادثة انهيار جليدي في الألب أودت بحياة 11 شخصاً عز المختصون الحادث إلى تغير المناخ مع ارتفاع درجات الحرارة في قمة مارمولادا الجبلية إلى 10 درجات يحذر علماء المناخ من أن جميع أنحاء الجنوب الأوروبي قد تشهد مزيداً من الارتفاعات في درجات الحرارة وانقفاض طول الأمطار نتيجة الاحتباس الحراري حذر نائب رئيس المفاوضية الأوروبية من أن القارة تواجه إحدى أصعب السنوات على الإطلاق بالنسبة للكوارث الطبيعية مثل جفاف وحرائق الغابات هذه الموجة لم تستثني دولاً أخرى كاليونان والبلقان وحتى ألمانيا ما زاد المخاوف من صيف أوروبي حار بشكل استثنائي شكراً للمشاهدة